يزداد المشهد سخونة في العاصمة المؤقتة عدن كسخونة صيفها الذي لا يحتمل ففي الوقت الذي تعلن فيه ماليشي الحزام الأمني رفع جاهزيتها والاستعداد لأي طارئ تصدر إدارة الأمن المحسوبة على ماليشي الانتقالي بياناً آخر أكدت فيه رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تحركات بداخل المدينة حالة من الذعر والخوف تبديها ماليشي الانتقالي وعجزت من إغفائها لتعري بذلك ما وصلت إليه منها شاشة وضعف بعد ثمانية أشهر من قلابهم على الحكومة وفي الجانب الآخر واصلت القوات الحكومية حجدها العسكري فقد وصلت تعزيزات من معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية من مدينة لودر لمدينة شقرة حيث تتموضع القوات الحكومية بمناطق متقدمة ومحاذية لمناطق سيطرة ماليشي الانتقالي وفي الوقت الذي تحاول فيه ماليشي الانتقالي ترتيب صفوفها الداخلية برزت قضية اقتحام منزل نائب وزير التعليم الفني عبدرب المحولي لتفتح لهم جبهة في صفوفهم الخلفية مع قبائل الصبيحة كبرى قبائل المحافظات الجنوبية وسعت قيادة الانتقالي منذ اليوم الأول لاقتحام منزل المحولي تدارك الأمور وتسويتها وديا مع قبائل الصبيحة حيث ينتمي المحولي وتقدمت بثلاثين طقما عسكريا لإرضائهم وطلبا لحكمهم القبلي في واقعة كشفت مدى انكسار ماليشي الانتقالي أمام مجاميع قبلية فكيف سيكون الانكسار إذن أمام ألويتي وكتائب الجيش الوطني النظامية بحسب مصادر مطلعة إن الترتيبات العسكرية الحكومية في أبيان تأتي لتنفيذ اتفاق الرياض والذي كان من المؤمل تنفيذ ما في ملحقة العسكرية سلميا لتعود بذلك الحكومة للعاصمة المؤقتة وتدير المحافظات المحررة ومعركتها مع ماليشي الحوثيين التي طالت طويا